بمناسبة عيد الأضحاء طبعا الحكومة قامت مجموعة من الإجراءات عبر مؤسسات تشتغل في المجال للنقل أولا بخصوص النقل السكاكي بهذه المناسبة تم إعداد واحد البرنامج خاص لعيد الأضحاء سيتم برمجات 242 قطار خلال هذه الفترة عوض 220 العادية بساعة قدرها 150 ألف مقعد عوض 120 ألف وطبعا تهم كل الشبكات السكاكية مع تكتيف الفرق الطيرية التي تهتم بالزبنة وإرشاد المسافرين لغير ذلك بخصوص النقل الطرقي الذي في الحقيقة هو الركز عليه في السؤال طبعا لمواكبة هذا الطلب الآن الذي يوقع على مستوى جميع المحطة الطرقية تم منح رخص استثنائية علما أن عدد الحافلات النقل العمومي المسافر المرخص حاليا هو 2100 مركبة بساعة إجمالية قدرها 200 ألف مقعد يوميا تحرص الحكومة على مراقبة الحافلات عبر الوزارة طبعا المعنية التي ستتم تعبئتها بهذه المناسبة عبر إعداد بطاقات خاصة المراقبة بالنسبة لكل حافلات قبل منحها الرخصة الاستثنائية بل الآن قد توضع الطلبات هذه الرخصة الاستثنائية إلى حدود 5 يونيو تم منح ما يناهز 166 رخصة استثنائية مع العلم أن الطلب النقل سوف يعرف ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الثلاث التي تسبق عيد الأضحى وجدير بالذكر فقد تم خلال مناسبة عيد الأضحى للسنة الماضية تم منح 4351 رخصة استثنائية لتلبية حاجيات التنقل الاستثنائية ومن المرتقب من المرتقب خلال أيام شاء الله المقبلة أن يتم منح عدد مماثل من الرخصة الاستثنائية للاستيجابة للطلب الكبير وطبعا الوزارة تقوم بالمراقبة على مختلف المستويات ترجمة نانسي قنقر